صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الأزراء الموقر حفظه الله رعا قرار رقم 60 لسنة 2015 باعتماد تقارير المراجعات وقرارات الإدراج المؤسسي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وقد نصت المادة الأولى من القرار على ما يلي تعتمد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والمتمثلة في تسعة تقارير مراجعة لبرامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي وتقريرين متابعة لبرنامجين أكاديميين بمؤسسات التعليم العالي وعشرين تقريرا لمراجعة أداء المدارس الحكومية وخمسة تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة وثمانية تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني تنشر التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 2009 وجاء في المادة الثانية من القرار ما يلي تعتمد قرارات الإدراج المؤسسي لمؤستين من مؤسسات التعليم العالي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وتنشر وفق وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة بالقرار رقم 12 لسنة 2015